رحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بجميع المتتبعين على قناتكم فسحى ودائما مع القضايا المهمة داخل الوطن المغربي الذي أصبح عفشا لدبابير الفساد المهمة هذه القضية ذكرتها على استحياء في 1.45 دستور العديد من المنابر الإعلامية المهم منها من هو تابع للمخزن ومنها من مهم لا علينا القضية هي قضية تورط مغاربة في رشاوة بالملايين الدولارات وهذا القضية مرتبطة بالجهاز العسكري او القوات المسلحة المغربية وباش نكونوا ادق هي قضية المستشفى العسكري ديال الرباط وديال اه اه وكيفاش الناس اللي كيستغلوا اه مؤسسات بحال هاد اللي تابعة ديال التابعة للدولة في تمرير الصفقات وللحصول على اه بعض الرشاوة في حين ان الدولة كتخرج لك واحد الميزانية يعني باش كتا تقساني بعض الاجهزات طبية وعلى ذكر المستشفى العسكري لا بالرباط ولا في اي مدينة كيكون هو مستشفى عسكري اه تابع للدولة هذي غير بين قوسين يعني من حق اي مواطن اه مغربي لان ذاك المستشفى بنية باموال دافعي الضرائب وجميع الاجهزة التي فيه ولجميع الاطباء اللي كيخلصهم هي اه الدولة والدولة هي اللي يعني كتاخذ الميزانية ديالها من اموال دافعي الضرائب في حين ان هاد المستشفيات اللي هي صراحة مستشفيات اه يعني اه مقارنة بالمستشفيات الاخرى هي مستشفيات على مستوى اه جيد جدا ولكن الولوج اليها يعني مش اي واحد يمكنه ان يليجى اليها يعني خصك ضروري الناس اللي في المغرب عارفين انك خص يكون عندك شي بيستون صحيح غير باش تدخل اه الدواء اه ولا خير ودليل على ذلك يعني اخر الحديثة تصير لحصلات العاملات اللي في آآ اللي في الطريق تخلب بهم الكامية ولا مع جاك شي ومات منهم اللي مات وتضرب منهم اللي تضرب فآآ بامر من المالك آآ آآ دخلوا لذاك المستشفى يعني واحد المسألة اللي هي خصة تكون بديهية وطبيعية آآ يعني مباشرة طرع واحد الحديث ناخدهم الى مستشفى من ذاك المستوى فلا المالك هو الذي يعطي الامر باش يدواوا هنا ولا هنا يعني هاد المسألة لانا التطبيب يكون آآ خاضع يعني الاوامر والسلطة ديال المالك ولا غيره فهذا آآ امر غير مقبول لان اي مواطن مغربي آآ له الحق في التطبيب وانا اعلم علم اليقين ان المالك ما فاش امر بذلك ليس حبا في هادوك ولا بقوا فيه ولا اهوارا ما مصوقش آآ للشعب ديالو لهاد الطبقة الكادحة فقط هو واحد النوع من آآ تلميع الصورة لان الصورة ديالو اصبحت يوما بعد يوم بدات كاتبهات وبدات كاتكشاف المهم نمشي وانا شكل يجبد هاد الملف هو آآ هيئة الاوراق المالية والبورصات الامريكية المسؤولة عن تنفيذ القوانين الفيدرالية للأوراق المالية الامريكية هي مؤسسة رقابة شنو كشفتنا ان مسؤولين مغاربة تورطوا في الحصول على رشاوة من شركة المانية للرعاء للرعاية الطبية آآ فيرزينيونس والمتخصصة في معدات غسل الكيلي وتقنيات العلاج خارج الجسم يعني هاد هاد الشركة هذي كتوفر واحد الاجهزة الطبية مختصة في غسل الكيلي واشياء اخرى كيغسلو الكلاوي وحويش غرا يعني هما اللي كيجيبوا ذوك الجهيزات وذوك الالات والتي تزودوا مجموعة من الدول يعني هي هاد الشركة آآ حصل عليها الفساد وتقديم رشاوة في العديد من الدول الافريقية والعربية ولكن احنا ما يهمونا هو المغرب يعني نحاول نحضر شوية بزرعة بغي باش ما نطولش عليكم والخدمات الطبية مشيرة الى ان الشركة تورطت في دفع رشاوة اخرى لمسؤولين كبار في دول العربية وافريقية اخرى عالمة اخبار اليوم بتفاصيل وكواليس هذه القضية التي تورط فيها كبار المسؤولون بقطاع الطب العسكري التقرير المذكور اورد انه من عام 2006 الى حدود 2010 يعني اربع سنوات تورط كبير موظفي الشركة ومدير المبيعات في دفع رشاوة المسؤول المغربي اه ضمن كبار الطباء للمتخصصين يعني مدير الشركة ومدير المبيعات اه يعني على علاقة مع كبير اطباء المغاربة اه المتخصصين في امراض الكيلي في المستشفيين عسكريين تابعين للدولة باش ما يقول لك شي وحدين لاحقا شي وحدين ما كيفهموش بعض المفاهيم يعني ان اه واحد المستشفى يكون تابع للدولة اه غايقول لك لبعض يعتقد ان المستشفيات العسكرية تابعة اه يعني انها مستشفى خاص ولا شي حاجة مستشفى العسكري اقادير والمستشفى العسكري بالرباط وذلك بهدف توقيع اه عقود وصفات مع المستشفى لتزويده بالمنتجات الطبية والحصول على المزيد من العقود يقول التقرير اه عامد الجانبا الى ابرام اتفاقية تسويقية مزورة يعني سناو كونترات وداروا اتفاقيات مزورة اتفاقيات اللي هي اه ما كيناش اصلا بالنسبة للمستشفيين العسكريين لدرباط ولا دي الاغادير يعني عندهم ميزانية واحد المعدات خصهم اه يشريوهم فعود ما يمشيوا يشوفوا المنتجات والمعدات الاصلح والارخص تمنا يكون فيها واحد توافق ما بين اه اه تمن والجودة يكون واحد توافق لا هما مشاوا كيشوفوا ان المستشفيين دي الناو كيشوفوش كون يعني كيعرضوا للمارشي ديالهم على اه شركات ومنهم هات الشركة هذي التي اه اعطتهم واحد العمولة المسؤولين يعني اه ديال المسؤولين ديال الدولة اه هنا غضي تضح لنا ان هناك تورط رجال من الجيش المغربي فهذه القضية هذه اه سواء اه بفائدة لا نعلموها او اه بدفاعهم عن الفساد احنا غضي نشوفو مع المسؤول المغربي يتعلقوا الامر بالمستشفى العسكري لمدينة اغادير حيث دفعت له الشركة الالمانية وفق التقرير عمولة بنسبة 10 في المئة على عقد من مستشفى اغادير العسكري مع دفع النصف في عام 2007 وبعد ذلك 12.5 في المئة سنويا كما وفقوا على دفع رشاوى له على مشاريع مستقبلية يعني اتفاقية المال ومال الدولة والمستشفى مستشفى ديال الدولة والناس كيشدوا اه رشاوى وكيعقدوا اتفاقية هذه السياسة هذه منهوجة في المغرب في جميع القطاعات يعني الميزانية الدولة يتم بها كي نقول ودرجة الاستهتار ودرجة تسييب المالي ان بندم اللي عنده واحد البوست في واحد البلاصف في الدولة والوزارة وتحتاجه ميزانية بإمكانه انه يشدها ويدير بها استثمار لنفس هذه الميزانية وينسبوا المشروع الى نفسه ويقول يربح منه وعادي ولا حاسب ولا رقيب وهو يفقل تقرير ذاته فان من اجل دفع شوفو شنو دارو لهم مية وثلاثة وعشرين الف دولار نقدا يعني كاش للمسؤول المغربي شنو دارو دفعوا فيه مكافأة وهمية لمدير احد فروع الشركة من غرب افريقيا يعني من غرب افريقيا كان واحد المدير ديال فرع ديال الشركة ديالهم عندو كونت بونكير ديالو فالمانيا فهوما ذرساولو ذاك المونطون فالكونت ديالو فالالمان في حساب مصرفي الماني ثم سافر مدير الفرع ذاك المدير الافريقي مشال الفرع ديال الشركة فالمانيا معشكون الشقيق المسؤول المغربي هذا المسؤول المغربي اللي هو اللي غيش درشوه سيفتخوه مع ذاك المدير الذي سيأخذ النقودة من المصرف الالماني وهو ما حدث فعلا حيث اخذ شقيق المسؤول المغربي الاموال وافاد التقرير انه بعد اقل من شهر يعني ماكملوش شهر من مور هاد الواقعة هادي اي في فبراير عام 2007 ابرمت شركة اف ام سي موروكو ومستشفى اقادير العسكاري عقدا لتوفير منتجات لمركز غسيل الكلي من عام 2008 الى مارس 2012 دفعت اف ام سي للمسؤول المغربي مبلغا اضافيا مية وحداش لالف دولار كان ايضا يتم تحوي له عبر دفعات كمكافأة يعني نفس الطريقة اه يعني دفعوا له في اللول مية وثلاثة وعشرين الف اه دولار وهي مليون وميتين وثلاثين الف درهم هادي الدفعة الاولى ايضا يتم تحوي له عبر دفعات كمكافأات اه وهمية الى مدير فرعي في ام سي اف ام سي اخر وكسبت اف ام سي اكتر من جوج فاصلة ثلاثة اه مليون ديال الدولار يعني اه دفعوا ما قدره ميتين و اه وثلاثة وثلاثين الف دولار باش يربحوا يعني اه جوج فاصلة ثلاثمائة الف ديال الدولار يعني باش ياخدوا هاد الصفقة لهم يعني اه انا كنحاول نبسط الامور يعني دفعوك رشوة اه اه اقل من ثلاثمائة الف دولار وربح ديالهم كان ميت اه جوج المليون وثلاثمائة الف دولار من الارادات يعني باش اخدوا هاد المارشي ولا هاد المشروع من المشروع المستشفى اقادير لمخطط الرشوة وتحدثت تقرير على ان ام اف ام سي دفعت ايضا الرشاوة للمسؤول المغربين للحصول على عقد فيه يعني مازالين مستمرين يعني هذه غير صفقة واحدة من الصفقات التي ذكرت اما والتي ظهرت اما الصفقات التي خافيت فهي اعظم الله اعلم كم عددها ايضا الرشاوة المسؤول المغربين للحصول على عقد فيه 2019 في مستشفى الريباط العسكري هذه المرة باستخدام عقد استشاري زائف مع هذه القضية لا تنتهي واصدرت القوات المسلحة الملكية بعهدات مفتش يعني بعدما تضح تضحت الامور وتضح ان هذه القضية الفساد والتي اعلنت عنها هذه الهيئة الامريكية لاننا ما تنتدرش من الهيئات المغربية ان تعلن عن مثل هذه القضايا نظرا لتورط رجال كبار رجال الدولة وكبار المسؤولين في هذه القضايا واصدرت القوات المسلحة يعني من بعدما تم فضح هذه اللعبة بعهدات مفتش المصالح الصحية للقوات المسلحة الملكية شكونا هو الجينيرال دو ديفيزيون دريس عرشان شنو غديدير دريس عرشان اقرار باحالة زاي واو وهو الذي شغل منصب رئيس مصلحة طيب الكيلة بمستشفى العسكري بالريباط على التقاعد يعني شوف شحل خضا ديال الفلوس وشحل ديال الرشاوة وشحل ديال الصفقات شنو للمكافأة ديالو يعني ما كانش هناك محاسبة ما كانش توقيف ما كانش عقاب ما كانش متابعة كانت احالة على التقاعد يعني غير يخرج لاروتريت والخلصة ديالو غدي تبقى ديزا مباشرة بعدما تناهى بعدما تناهى إلى علم جهات عليا في الاستخبارات العسكرية موضوع الرشوة وعاملات يعني هذا نوع من الحماية ديال المفسدين هكوك تمر الأمور داخل المغرب يعني الفساد مستشري داخل البلاد يعني حتى عندما يتم فضح أحد الوزراء في المغرب وكلنا يعلموا ما حصل مع أزين ومع علي الفهري منين كيكتر صداح حول بعض القضايا وكتأخذوا واحد الأبعاد إعلامية يعني خارج نطاق الدولة فيتموا الإعفاء عمرك ما تسمع المحاسبة عمرك ما تسمع للتوقيف عمرك ما تسمع للسجن على استرجاع الأموال التي سرقت وزين تم إعفاؤه ومشى وغبرهم بعد أرجع يمارس حياته السياسية عادية علي الفهري صرق ما صرق وأفسد ما أفسد وتم إعفاؤه ومؤخرا الملك يعني بيده هو الذي ينصبه رئيسا لشركة لافارج باش تعرفوا كيف يسير المغرب المفسدون يحمون الملك والملك يحمي المفسدين وحنا يا غير دايزين من هنا يا دمتم في رعاية الله أنا كنحاول نهضر على كل نقطة فيما كتكون شي قضية كنحاول نفصل فيها لأنها كي شي قضايا اللي هي كتكون كبيرة وتمر مرور الكرام بعض المرات كي هدروا عليها الناس في كلمة ولا جوج ولا في جملة في حين أنها هي قضية كبيرة ولكن نظرا اللي كترت القضايا قضايا الفساد وتسيب في تصرف في المال العام فش حلقة الدكت تهدر وش حلقة الدكت تقول كل يوم صفقة وكل يوم صارقة وكل يوم نهب لأننا نسير بكل بساطة من طرف لصوص علي بابا لهو أحمدي والأربعون حرامين اللي هي الحكومة والوزراء ديالو ودمتم في رعاية الله وإلى اللقاء في حلقة قادمة ترجمة نانسي قنقر